السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معكم أختكم مرويدة في قناتكم قناة ورد للقرآن تعطيلا نكمل معكم سلسلة تعلم التلاوة من جزء عمّة ومع سورة الإخلاص حرفا حرفا وصولا للإتقان بإذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل إتمام ضمة القاف مع التفخيم ونعطي اللامزة من التوسط البينية هو إتمام ضمة الهام مع الترقيق هو الله أنتقل من فتحة الواو إلى تجديد اللام المغلبة في اسم الجلالة جل في علاه أحد نحقق الهمزة نرقق الحا نقف على الدال بالسكون العارض لأن العرب لا تقف إلا على ساكن وبالتالي يحتاج إلى قلقلة لأنه من حروف قطبي جد نقرأ الآية كاملة قل هو الله آحد الله ابتدأنا باسم الجلالة نفتح حمزة الوصل نغلظ اللام نرقق الها الله الصماد أنتقل من ضمة الها إلى تجديد الصاد اللام شمسية لا تنطق وهمزة الوصل تسقط في درج الكلام الصماد أخلص ترقيق الميم من تفخيم الصاد ونقف على الدال بالسكون فبالتالي تحتاج إلى قلقلة الله الصماد لم نرقق اللام نعطي الميم زمن التوسط البينية ياليد نتم كسرة اللام نقلق للدال والكلمة كلها مرققة نحاول إعطاء كل حرف حقه ومستحقه وعدم تمطيط الحروف فلا نقول ياليد أو يليد وهذه من الأخطاء الشائعة ولم يولد نصبر على الميم نعطي المدى الطبيعي حقه ونقف على الدال بالقلقلة لم ياليد ولم يولد ولم يكن له نصبر على الميم نتم ضمة الكاف تلقى عندي هنا نون ساكنة وبعدها لام فالحكم إضغام كامل طبعا في كلمتين تدخل النون الساكنة دخولا كاملا في اللام فتصبح الكلمة يكل فلا أنطق النون وألاحظ التجديد الذي تولد على اللام من دخول النون فيها له هاء الضمير المتحرك الواقع بين المتحركين فهي أصل صورة تمت بمقدار حركتين كوفوا اهتم الضمات أنتبه من الاختلاس وأنتبه كثيرا لضمة الفا لأنه من الأخطاء الشائع إسكان الفا فكثير ما يقرأ كوفوا وهذا خطأ الصواب كوفوا نهاية الكلمة تنوين وبداية الكلمة التي تليه همز فالحكم إضغار ولا يحتاج إلى غنة كوفوا الحروف جميعها مرققة ونقف على الدال بالقلقلة ولم يكن له كفوا أحد نكمل مع سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل اتمن ضمة القاف ونعطي اللام زمن التوسط البينية يا أيها حرف مد يليه الهمز في كلمة واحدة لكن أصل الكلمة يا النداء لوحدها وأيها كلمة أخرى لوحدها فاتصل رسما وانفصل حكما فنسميه مد منفصل حكمي ويمد بمقدار أربع إلى خمس حركات يا أيها الهال أنتقل من فتحة الهال مرققة إلى توسط اللام القمرية يسقط المد الطبيعي الألف بسبب التقاء الساكنين وهمزة الوصل ساقطة في درج الكلام الكافرون أصبر على اللام ويعطي المد الطبيعي حقه وتم كسرة الفاء وضمة الراء نقف على النون نمد العارض للسكون ونعطي النون زمن التوسط والبينية قل يا أيها الكافرون لا أعبد حرف مد بعده الهمز في كلمتين فالمد منفصل نصبر على العين ونعطيه زمن التوسط فهو من حروف لين عمر نتم الضمات ونعتني اعتناء تاما بضمة الباء فلا أقول أعبد أو أعبد وإنما أعبد ما مط بي حركتين مع الترقيق تعبدون نصبر على العين نتم ضمة الباء والدال ونقف بالمد العارض للسكون لا أعبد ما تعبدون و ولا أنتم تلقى عندي حرف مد ثم الهمز في كلمتين فالمد جائز منفصل يمد بمقدار أربع إلى خمس حركات نرقق وننتبه من الاختلاص لتتالي الحركات أنتم ننساكن وبعدها التا فالحكم إخفاء ويحتاج إلى غنى كاملة مرققة نتم ضمة التا ونعطي الميم زمن التوسط عابدون عام الطبيعي حركتين بي وتم كسرة الباء دو وتم اضم إعطاء المد الطبيعي حقه ما أعبد حرف مد وبعده الهمز في كلمتين فالمد منفصل ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أ حرف مد وبعده الهمز في كلمتين فالمد منفصل أنا أنتبه كثيرا لهذه الألف أي ألف في القرآن بكلمة أنا بروايتنا رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية تثبت وقفا وتصبح من الطبيعي وتسقط وصل إذن وقفا نقول أنا وصلا نقول أنا عابد نعطي المد الطبيعي حقه ونتم كسرة الباء عابد تنوين وبعده الميم فالحكم إضغام ويحتاج إلى غنى أكمل ما تكون عابدتم تلقى عندي دال ساكن وبعدها التا فالحكم إضغام متجان استدخل الدال دخول كاملا في التا فتسقط وننطق تا مشددا عابدتم نتم ضمة التا ونعطي الميم زمن التوسط ولا أنا عابد ما عابدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم نتم ضمة الكاف ونعطي الميم زمن التوسط دينكم نتم كسرة الدال ونعطي المد الطبيعي حقه نتم ضمة النون والكاف ونصبر على الميم والية أتم كسرة اللام وأنتبه كثيرا لفتحة الياف لا أقول ولي وإنما والية دون تمطيط للحروف دين نتم كسرة الدال نعطي النون زمن البينية ونقف بالمد العارض للسكون لكم دينكم ولي دين لاحظت أن سورة الكافرون تشترك جميع حروفها بصفة واحدة من انتبه معي لهذه الصفة فليكتبها لي في التعليقات ما هي هذه الصفة المشتركة؟ في جميع الحروف باستثناء حرف واحد شكر الله لكم حسن الاستماع لا تنسونا من صالح دعواتكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة